موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم عربي حالقلب كيف يكوش أخباركم إن شاء الله وموركم بدنا نبلش بالدرس رقم أربعة ولا ثلاثة رقم ثلاثة التوزيع الطبيعي من الدروس كمان السهلة والبسيطة انتو شفتو يعني الهندسي او الذيل حدين دروس جدا خفيفة يعني اي طالب بس لو أخذ المعلومة الرئيسية تبعت الدرس تجيه خلص الدرس فرط بالنسبة له يعني فالدروس سهلة بسيطة الإحصاء مادة سهلة جدا والآل حاسبها سهلتها جدا جدا بالنسبة للطلاب يعني أغلب الطلاب يصلوا عن مكثبات الفترة هاي وبدوروا عن مكثبات مجانية اخوان انا المكثب تبعي اخوان رح يكون شرح تفصيلي يعني فيش بطاقة اصلا مكثب يعني مش رح يصول بطاقة بمكثب المكثب رح يكون له دوسيات خاصة فيه وشرح تفصيلي تمام بس شرح تفصيلي مصغر يعني مش فقط حل اسيلة هيك رح يكون شرح طيئة لطالبي اذا مش دارس بالمرة المادة تمام بس عنده شوية تركيز وعنده جهد وعنده خلص هاد مستقبل ولازم يشد همته خلص بدي رتعية على المكثب ويجيب علامة كاملة ان شاء الله فالطالبي المتأخر هسبطل له حجة بقدر يجيب المكثب يحضر المكثب تبعي وان شاء الله يقدر يجيب علامة كاملة طبعا لازم تبعثوله على هذا الرقم بحيث ايش اضيفكم على جروب ايش جروب المكثف وعشان اي اخبار جديدة من هون ليوم الامتحان كنتو ايش على قرب منها فهذا الرقم تبعثوله عليه بحيث اضيفك ان شاء الله على جروب ايش جروب المكثب واذا انت مش بشترق بالخناة اول مرة تحضرني لازم تشترق بالخناة بحيث يوصل لك كل جديد من هون لنهاية العام الدراسي لنبدأ مع بعض بالتوزير الطبيعي ولكن اتأكد ان كتب الرقم صح لان نحس ان انا كتب وراء طلع صح طيب التوزير الطبيعي يا اخوان هذو التوزير الطبيعي هاي الرسمة بدك تحفظها زي اسمك ممكن يجبها بالامتحان او ممكن عادي ممكن النسبة يجبها بالامتحان بس احتياطا احفظها لان احيانا بيجيبوا اسئلة ما بتعتمد ان يكون الرسمة مرسومة فلابدو تحفظ الرسمة هاي الرسمة هاي بتتكون من كم نسبة 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 عن هذه نسبتين هاي نسبة عن نسبتين هاي انت حفظتهم فانت حفظت لهم. فعندنا النسب طبعا عندنا الشقة هاي فيها اربع مربعات. مربع مربعين ثلاث اربع. ليه اربع ثلاثين ثلاث ونصف اثنين ثلاث خمسة بالمية وصفر فاصل واحد خمسة بالمية. هو النفس الشي اربع ثلاثين ثلاث ونصف اثنين ثلاث خمسة وصفر واحد خمسة بالمية. هس هاي النسب مجموحها كله مع بعض مية بالمية اللي هو واحد. فلو كما له الأن وقال لك المساحة بالتوزيع الطبيعي مساحة المنحة هي عبارة عن واحد ، إذا النسب اللي فوق الوسط طبعا هاي اسمها الوسط لمعه هاي اقوان بيكون الوسط هاي النسب اللي فوق الوسط عبارة عن 50% والنسب اللي تحت الوسط عبارة عن 50% كلهم عبارة عن 100% من البيانات ومجموحهم واحد الاسيجما شكل ازايك هاي عبارة عن الانحراف المعيالي فهذه القيمة فوق الوسط الحسابي طفل الشهر فلو فوق الوسط الحسابي طفل الشهر يإشارك النسم دونков فوق الوسط الحسابي طفل الشهر تجمع عدد خمس لو قلت تحت الوسط الحسابي بنحراف هون نضع لك ميون ناقص سيجما ناقص يعني تحت تحت بنحراف هي 34 تحت بنحرافين هي 13.5 تحت بثلاثة نحرافات هي 235 تحت قصد بنحرافين 235 تحت بثلاثة نحرافات هي 0.015 بدك تعفظهم بحيث ايش تقدر تطبق عليهم طيب خلا نشوف اول سؤال وهيك سؤال ممكن نجيب له زوار عادي قاله اذا اتخذت كتل مجوع من 13-12 شكل منحنة طبيعي اذا انتشافع على توجهى الطبيعي حكا لي بد النسبة المئوية للطلبة الذين تقع كتلتهم فوق الوسط الحسابي جميع البيانات قالت كلمة فوق الوسط الحسابي تحت -... عندك الوسط الحساب بالنص اصلا ها هو طبعا الرسمه ها ما بكان مرسومه لما يكشلك فوق الوسط الحسابي فانت fr50% من هناك من البيانات ففوق لي 50% من البيانات اللي هي اصلاً وتحسبها على الحاسبة تقوله 50 تقسيم 100 تطنص اذا فوق الوصف الحسابي اللي هي 50% من البيانات هون حكيلك النسبة الموية للطلبة الذين لا يزيد البعد بين كتالهم والوصف سبع على انحراف معير واحد وهون بدأ اساعدك مساعدة اشطب كلمة لا يزيد اشان ما تخربط وقرأ السؤال النسبة الموية للطلبة الذين يكون البعد بين كتالهم والوصف الحسابي على انحراف معير واحد اذا اشطبته كلمة لا يزيد وقرأت السؤال مرة اخرى وما كان فيه كلمة تقل وتزيد تمام فانت هون قالك إش انحراف معير واحد صح تاخذ من فوق الوسط انحراف ومن تحت الوسط انحراف. فانا عندي فوق الوسط بنحراف اللي هي اربعة وثلاثين. تحت الوسط بنحراف اللي هي اربعة وثلاثين. اجمحهم مع بعض بطعش ثمانية وستين. اذا هاي الرسمة توضيحية فقط. انه هون فوق الوسط بنحراف اربعة وثلاثين تحت الوسط بنحراف ايش اربعة وثلاثين تجمحهم مع بعض. فانت تشطب كلمة لا يزيد وتقل اسوار مرة اخرى. اذا ما كان فيه تقل او كلمة تزيد فانت تاخذ من جنب وطرفي. هم تاخذ من فوق ومن تحت. حسب لو قلتك من حرفين بتاخذ من فوق اثنين ومن تحت اثنين. طب هون المعيير طبعك ايش ام. فانا بقول لك لما احكي لك من فوق اثنين يعني من فوق ام باثنين. تحت باثنين يعني تحت ام ايش? تحت ام باثنين. طيب. السؤال بعده. النسبة المقوية للطلبة الذين انتقل كنت قال لهم على الوصف حسب المقدار اشطو اشطو بلا يزيد. انحرفين ايش? انحرفين معيارة. انتش طابت كلمة لا يز وقال لك انحرفين فانت بقع فقط بتاخذ من تحت انحرفين. لانه كاتب لك كلمة تاقل. لو مش كاتتاقل وبس السؤال في كلمة انحرفين فبتاخذ من فوق اثنين وتحت اثنين. طيب اذا في كلمة بتاخذ فقط من تحت اثنين. لو كانت هاي بدلة التاقلة هيتزيد بتاخذ من فوق اش من فوق اثنين. فجاء اتاقل باثنين فبتاخذ من تحت اثنين. فتحت الوسط بتمشي النسبتين. اللي هي اربة وثلاثين? كون عباغ احفظه من تر. وثلاث عباث. اجمعهم مع بعض بيطلع جواب 47 مص بالمية من البيانات اذا الامور ان شاء الله تكون سؤال آخر هون النسبة الموية للطلب الاثنين تزيد تزيد بين حرافين او تقلعا بين حراف معار واحد حكالك هون تزيد بين حرافين فانت بتاخد من فوق اثنين اللي هي بتاخد بوكسين اللي هي 34 و 13 ونص اجمعهم بيطلع 47 ونص بالمية او تقل بين حراف فانت بتاخد من تحت الام من حراف واحد فقط اللي هي 34 اجمعهم كلهم مع بعض بيطلع كم انا مش عارف واحد ثمين وشوية اذا هو حط الجوار اللي هي واحد ثمين ونص ايه واحد ثمانين ونص بالمية اذا هون بتشطب لا يزيد وبيتقارن قالك مثلا تزيد بين حرافين تاخد من فوق اثنين تزيد بثلاثة حرافات تاخد من فوق ثلاث تقل بن حراف تاخد من تحت انحراف وهكذا طيب نجيب السؤال اخر هون احكالك اذا اتخذ التمثيل البيان لاطول مجوعة من الطلب الصبف الثاني عشر شكل المنحنة الطبيعي فاجدكم المعاري النسبة المؤية للطلب الذين تقع كتلهم اطول فوق الوصل الحسابي كلمة فوق يعني 50 بالمية تحت كمان 50 بالمية هون لا يزيد وشطبها اقرأ السؤال مش راح تقل فيه كلمة تقل او تزيد اصلا قالك انحراف معيار واحد فانت هون بما انه ما حكالك تقل او تزيد فاخذ من فوق انحراف ومن تحت انحراف من فوق نسبة ومن تحت نسبة فبس تجمعهم تقوله 34 بالمية زاد 34 بالمية اجمع 68 طيب النسبة المؤية للطلب الذين تقل اطوالهم انش انسى لفكلمة لا يزيد كتتقل بين حرافين فقط تقل بين حرافين فانت تخذ من تحت نسبتين اللي 34 وثلاثون 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 ونص اجمعهم بيقضع 47 بالمية من البيانات طيب حكالك النسبة المؤية للطلب الذين تقل اطوالهم عن وصح حساب ايش طول يزيد ثلاث تقل بثلاث تزيد بين حرافين تقل بثلاث خذ من تحت الثلاث اللي هي 34 وثلاثون ونص واثنين ثلاث خمس هذو من تحت هاي الثلاث نسبة او تزيد بين حرافين فانت تأخذ من فوق انحرافين اللي هي 34 وثلاثون ونص واجمعهم مع بعض وخلصة تلص تم الامور نشابه لكون واضح ليش بعض هيك لما وضوع اخر لوحيانا ممكن يعطيك التوزيع الطبيعي بالشكل هذو قولك اكس توزع ان هذا اخوان طبعا التوزيع الطبيعي اللي هو نورمال ديستربيوشن اول حرف من كلمة نورمال اللي هي ان فأنا احكال لك اكس توزع ان فاكس توزع ان انت بتابحك بالتوزيع الطبيعي القيمة الاولى بالتوزيع الطبيعي هي قيمة الوسط فالوسط هم عشرين القيمة الثانية بتكون سيجما تربيع سيجما تربيع والسيجما معناها اللي هي الانحراف المعياري السيجما اسمها الانحراف المعياري سيجما التربيع اللي هي الانحراف المعياري تربيع فهونا انا بالنسب انا بشتغل على الانحرافات المعيارية يعني ميو زال السيجما زال السيجمتين ناقص سيجما فانت بتشتغل على سيجما مش تربيع اصلا فهونا عشان تأخذ ثجما لحال بتربع الطرفين أو بتأخذ جذر للطرفين فالسجما الجذر التربيعي للأربعة ثمين طبعا موجب سالب والإنحرافات المعارضة بتكون أصلا موجب فبتأخذ فقط الموجب إذن هون القيمة الأولى بتكون أم القيمة الثانية بتكون إنحراف المعارضة تربيع فأنت تأخذ لها الجذر تطمعك إنحراف المعارضة بدون تربيع قال لك بددي بي إكس أكبر من عشرين هون طبعا شغال على التوزيع الطبيعي فبما إنك شغال على التوزيع الطبيعي لازم تحول أرقام للرموز حلو كيف تحول الرموز أستاذ باجه هون وقلوا بي إكس حسب القيم اللي عندي أنا عندي عشرين واثنين العشرين ها شو يتمثل بتمثل الأم ولا السجما بتمثل الأم فالعشرين هي عبار عن إيش عبار عن أم فأنا هون لما ترجمت حولت الأرقام للرموز هس أنا بدي جميع البيانات اللي فوقها الوسط X طبعا الأم اللي هي الوسط فأنا بدي جميع البيانات الفوق الوسط جميع البيانات الفوق الوسط كم ياخوان؟ 5 gent من البيانات одно إذا أنت بتحول الأرقام للرموز مثلا بهذا السؤال هون شو يقول له كيف بدي أحول الأرقام للرموز أستاذي باجي مثلا على الإثنين وعشرين خلين نبلش بإثنين وعشرين الإثنين وعشرين بالنسبة لهذه وهاية شو هي الإثنين وعشرين اللي هي إثنين اللي هي إم اضاف عليها 2 اللي هي m اضاف عليها سيجمة واحدة 22 اللي هي أصلا 20 زاد 2 اللي هي الوسط زاد 2 22 هي m من اضاف عليها 2 فهي m زاد سيجمة هي اضاف عليها انحرف مع عرو واحد طيب الثمنطاش شو بالنسبة له هدول الاثنين مع بعض الثمنطاش هي العشرين منقص منها كام رقم تصارد الثمنطاش منقص منها 2 منقص منها 2 فهاي عبارة عن ام ناقص اثنين هي اللي نحراف المعالي الواحد. اللي نحراف المعالي الواحد قيمة اثنين. فهي ام ناقص ايش? ام ناقص سجما. هوين روحنا هون? فانا بدي جميع البيانات المحصورة بين ام زائد سجما زائد الحراف و ام ناقص الحراف. يعني فوق فوق الوصل بنحراف وتحت الوصل بنحراف. اللي هي عبارة عن ايش? اربعة ثلاثين بالمية زائد اربعة ثلاثين بالمية. نسبة من فوق ونسبة من اجمعي. اجمعي قال اجمع. وطلع كم? 68. كمان سؤال? هون شو قال لك? بي اكس اكبر من 22. هس الام احنا حكينا عشرين. والسجما اثنين. حلو? فهنا بي اكس اكبر من. الاثنين وعشرين بالنسبة لارقمها دول لرموزها شو هي? الاثنين وعشرين هي عشرين زاد الاثنين. اللي هي ام زاد سجما. اثنين وعشرين هي ام زاد سجما. فانا هون بدي جميع البيانات اللي لفوق ام زاد سجما. طب كيف دعرف هذا لازم كنحفظ النسب. لازم كنحفظ جدل بشكل نيك. انه انا عندي هيك. هون ام. هنا ام زاد سجما. هون ام زاد اثنين سجما. وهنا ام زائد ثلاث سيجما. هو انا اربعة وثلاثين. وهو انا اثناش ونص و انا اثنين ثلاث خمسة. وهنا صفر واحد خمسة. طيب. انا بدي جميع البيانات اللي فوق ميوزة سيجما. هين ميوزة سيجما هي? هاي هي الميوزة سيجما. هاي هي الميوزة سيجما. انا بدي جميع البيانات اللي الفوقها لانه هنقلك اكس اكبر. فبدي جميع البيانات هاي. فبجمع احضر. اللي هي اثناش ونص واثنين ثلاث خمسة. وصفر واحد خمسة اللي بتط 16 بالمية. اذا امور بسيطة. طبعا انت هون لو تقسيم على الحسب تطلع 0.16. شوف كمان سؤال? الدرس خلص اصلا ما تظلش فيها افكار. هون معطيك ام وهي سيجما تربيه. فالسيجما يعبار عن احداش. يبتجي على هاي. قلو بي اكس. الخمسة وخمسين شو بالنسبة للرمزين هادول? الخمسة وخمسين هي ام نفسها. فنهم اصغرب من ام. انا اريد جميع البيانات اللي تحت الوسط. اللي هي خمسين بلمية. خلص بس. نجو. SCHOO الخمسة وخمسين شو هي legacy ام لحالة? OrNex 66 شو هي? الجو الجوية خمسة وخمسين ello هي ام من ضفيها كم تصارة 66? الخمسة 50 كم ضفولها رقم تصارة 66? ضفولها يا سيد العزيز 11. فضفولها سيجما واحدة. فهون ايش? زيجما. فانا بدي جميع البيانات اللي بتبلش بام وبتنهي بام زيجما. هي ام وبتنهي بام زيجما. اللي يلقي البيانات اللي هون. اللي هي اربعة ثلاثين. قص. هذا السؤال نقول له بي اكس اكبر من. السبعة وسبعين اللي هي خمسة وخمسين اللي هي ام. اه الخمسة وخمسين كم اضافوا عليها تصارها سبعة وسبعين نضاف عليها اثنين وعشرين. الاثنين وعشرين كم سيجما من هاي? اله احداش وحداش اثنين وعشرين هي سيجمتين. فو اضاف سيجمتين. فانا بدي جميع البيانات اللي فوقها ميو زائد اثنين سيجما. انت رات تجدرس من الرسم. هاي الام. هاي ام زائد سيجما. وهي ام زائد اثنين سيجما. طبعا هون الام زائد ايش ثلاثة يا سيجما. هيك. هون اربعة ثلاثين. ثلاثة ومس. اثنين ثلاثة خمسة. صفر واحدة خمسة فوبدو جميع البانات الفوقها ميو زائد سيجما لها اثنين ثلاثة خمسة مع صفر واحدة خمسة جمعها مع بعض تطلع اه اثنين ثلاثة الخمسة ما هي اثنين ومس. اثنين ومس بالطبع女ب من تكون terminology اخوان يا رب تكون طيب نجح سؤال ثاني وانا قل لك يقرأ توزيعهم طبيعيا واصلتوا في الحساب 167 هاي ام انحراف المعيار هاذ هاذ الانحراف المعاري اللي هو انحراف المعاري اخبار مش تربيع باللغة هيك بس يعطيكها بشكل هيك لغة عربي يعني خاص هاذ الانحراف المعاري انحراف المعيار الثمانية يعني هي السيجما ثمانية السيجما ثمانية بده احتمال ان تكون طول المرأة اقل من 67 يعني بي اكس اقل من 67 67 شو هي اللي هي نفسها الوسط فبي اكس اقل من ام شو جميع البيانات اللي تحت الوسط 50% من البيانات اذا الامور واضح هون احتمالنا يتراوح هي تراوح يعني بين وبين بين قيمتين اللي هي 159 و 167 هي نفسها ام والمية تسع وخمسين اللي هي ام طرح منها كم انحراف طرح منها ثمانية طرح منها انحراف واحد طرح منها ايش سيجما فانا بده جميع البيانات اللي بين ميو ناقص سيجما و ميو و ام هاي ام وهي ام ناقص سيجما فابده جميع البيانات اللي هون اللي هي اربعة ثلاثين بالمية اللي هي اربعة ثلاثين بالمية اذا امور واضح ان شاء الله طيب وهذا السؤال نفس الشي الوسط المعطيكية ام وهذا الانحراف بده اكثر من مية ثمانية وسبعين اكثر يعني بي اكس اكبر من مية وثمانية وسبعين المية وثمانية وسبعين شو بتمثل بتمثل ام فانا بدي جميع البيانات اللي فوق ام لخمسين بالمية من البيانات يتراوح Schmidt ولي اكس بين و بين مية ثمانية وثمانية ومية واحد وسبعين انا حضوت بغلط셔야و مية واحد واسبعين هون وهنا ست leniverse وي وأنا مية واحد وثمانية واثمانية المية واحد وسبعين اللي هي ام من قص منها كم سبعة what number 7 هي ام نقص انحراف. ال192 اللي هي ام منضفلها انحرافين. هي انحرافين. ام زائلين حرافين. انا بدي جميع البنات اللي تحت منحراف وفوق منحرافين. اللي هي اربعة ثلاثين. وبعدين عندك فوق انحرافين هي اربعة ثلاثين كما مرة و 13.5 ويجمعه خلصة فقط. اذا هو الدرس درجة جدا سهل وبسيط. بس طالس بس هذا هو الفكرة قد نعمل اول الدرس. بعدين هون اعطيك النسب هون النسب تجد تخذ لانه هون ما عطيك رسمة اصلا. فانت تعرف كم هاي هون كم وهون كم وتجمعهم. بتعرف هون كم هاي اربعة ثلاثين هاي ثلاثة ونص. هاي اربعة ثلاثين هاي ثلاثة ونص. فتجمع حين مع حين. اللي هو النسب اللي بده يا هل هي النسب باللون الزهري يعني. بس اذا امور بسيطة وهذا احكذنا زيوها هسا. هون نقلق قارن بين هاي الرسمة بي والرسمة بي والرسمة بي. فالوسط هون للبي 12. الوسط هون للأ 15. الوسط للبي 12. والوسط للأ 15. فوسط ا. ولانه نقلق قارن. اكبر من وسط بي. طيب شو نحراف المعياري. يا اخوان بالرسمات دائما لنحراف المعياري. كل ما كان الرسمة مبتوحة. كل ما كان يحرافها المعياري اكبر. فلنحراف المعياري الى البي. اكبر من الحراف المعياري الى الايه. بس هذا هي مقارنة. اذا الموضوع نصيط. نس. ما ضررش الشيء. هذا باقي كله كله حكي فاضية. يا توقف معافة هون. ان شاء الله الحص القادمة نبلش بدرس الرابع اللي هو ايش? التوزيع الطبيعي المعياري. وبداية شهر 5 ان شاء الله رح نبلش بالمكثب. خبر بعض ضروري ضروري ضروري. اشتركوا بالقناة. اعطيكم معافة. انا رقم قريبا. انا رقم قريبا. انا رقم احوك. محمد ك السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.